اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد من فيديوهات تعليم ادوب إلستريتر انا سلمة حجاج ودي قناتي التحفة تحفة والنهاردة نتكلم عليها حاجة جميلة جدا في ادوب إلستريتر وهي الجريدينت افكت او التأثير بتاع التدرج الالوان وازدي نعمله على ادوب إلستريتر فيلا بينا نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختار قول عشان يوصلكم كل جديد وعملوا لايك للفيديو دوت ودلوقتي بقى يلا بينا نبتدي زي ما انتم شايفين طبعا اول حاجة عملتها ان انا فتحت الملف بتاعي بتاع ادوب إلستريتر واختارت اي ابعد طبعا الابعد بتاعتكم ترجع لكم حسب البروجيكت اللي انتم هتعملوه هيكون عامل ازاي اول حاجة طبعا من نحتاجين نعرفها ان احنا لازم يكون عندنا الجريدينت بانل او الويندو بتاعت الجريدينت اللي هنتحكم فيها في الجريدينت احنا هنعمله ان احنا هنضغط على ويندو من هنا وهننزل تحت عند حرف الجي ونختار او ممكن نضغط من الكيبورد على وتدي الويندو بتاعت الجريدينت طبعا نقدر نحطها هنا بالشكل دوت ونخرجها بالشكل اللي احنا عايزينه هختار اما من الكيبورد او هختار وهرسم المستطيل اللي انا عايزاه بالشكل دوت وهختار مثلا ان اللون بتاعه يكون اسود وهشيل خالص انا مش عايزة الستروك هضغط على من هنا كده والغين هتأكد ان انا مختارة المستطيل بتاعي وهاجي هنا هتأكد ان انا مختارة اللون ومن هنا كده هروح مختارة هلاقي ان المستطيل بتاعي بقى شكله بالالوان الديفوت بتاعت الجريدينت اللي هما بين اللونين الابيض والاسود الالوان بتاعت تكون تدرجة بين اللونين دوله اول حاجة بقى عشان نكتشف الويندو ديت عندنا كزا حاجة اول حاجة هي ان احنا عندنا البار او المستطيل اللي تحت دوت دوت فيه الالوان بتاعته كل واحدة من دولة اسمها جريدينت سلايدر او زي كده النقطة بتاعت اللون هنا اللون اللي ظاهر لي هنا هو اللون الاسود واللون اللي ظاهر لي هنا هو اللون الابيض وهنا تدرب بتاع الالوان في عندي هنا كده في النص الشكل بتاعي السامبوكسا دوت دوت عبارة عن ايه دوت عبارة عن النقطة اللي اللونين الابيض والاسود بيختلطوا فيهم قدر ان اقف كده ويحركها لو انا عايزة الشكل بتاعي يكون الاسود فيه اكتر والالوان تبدأ تختلط عنده هنا فهحركها بالشكل اللي انتو شفتوه دوت ناحية الابيض وهكوتر الاسود اكتر عايزة الابد عندي يكون اكتر هعرقها الناحية التانية واكتر اللون الابيض بتاعي هرجع تاني بقى واحطها في النص وزي ما انتو شايفين هنا كده فيه اللوكيشن اقدر ان انا خليها 50% عشان تبقى في النص بالزبط لو انا بقى عايزة اغير اصلا الالوان بتاعت الجريدينت بتاعتي زي ما انتو شايفين هاجي عند الجريدينت سلايدر اللي هو المدور لتحت دوت هتضغط عليه ضغطها هلاقي ان هو حددهولي هتضغط عليه ضغطتين هلاقي ان هو طلع علي الويندو دايات الويندو داية هنلاحز فيها تلات حاجات اول حاجة هي الكلور اقدر من هنا كده ان انا اختار لون الي انا عايزة التدركات بتاع الاء اللون بتاعتي اقدران 생각 bloque HOW張 على اخلي ابيض او ارجع تاني اخلي اسود بعد كده عندي ال CGI بتاع الشواتش although فيها الالوان بتاعتي اقدر مسلا ان انا اختار ان اللون بتاعي يكون هو اللون الاحمر. اه اقدر اختار من الكالر بكر دوت. زي كده بنسحب بها لون من اي مكان ظاهر عندنا. حتى قدر ان انا اسحب اللون الرمودي دوت. قدر انه اسحب اللون الابيض دوت. قدر اسحب اي لون لو عندي هنا اشكال فيها الوان اقدر ان انا اختار اللون اللي انا عايزه. هو هنرجع تاني كده هنا وندغط دول ونختار مسلا هن الاحمر وخلينا هن مسلا نسيب دوت اللون الابيض زي ما هو كده شكله جميل. طيب لو انا ب moisturizer ازود الوان تانية في الجريدينت بتاعي. بكل بساطة كده هاجي لما لاي نفسي بقرب من البار دوت هلاقي ان شكل الماوس بتاعه بيتغير وبيظهر لشكل سهم او شكل ماوس صغير وجنبه زيت. فاروح ضغطة مرة واحدة. عايزة مثلا ازود لون هنا تاني اروح هنا وضغطة مرة كمان. زي ما انتم شايفين هلاقي ان الشكل بتاع الجريدينت سلايدر لفوق او الشكل بتاعي السنبوكسة لفوق بقى عندي اشكال تانية. لان زي ما انتم شايفين دي النقطة بتاعة الالتقاء بتاعي بين اللون دوت واللون دوت. ودي النقطة اللي في النص بتاعة الالتقاء برضو بين اللون دوت واللون دوت. ودي كزلك النقطة بتاعة الالتقاء بين اللون دوت واللون دوت. اضغط هنا مسلا كده واختار اي لون تاني. وليكن مسلا اللون الفوشية دوت. ويممكن مسلا هنا. خلونا مسلا نخلي دوت كده اصفر. ممكن نيجي هنا. نخلي دوت مسلا اللي هو اللون الفوشية دوت. طبعا اقدر ان انا احرك اللون زي ما انا عايزة يعني عايزة الاصفر دوت يقرب اكتر او عايزة الفوشي دوت كده يقرب اكتر اضغط عليه ضغطة وبعد كده اروح سحبايا عايزة السلايدر دوت يجي هنا بحيث بتاع اللون او نقطة اللطقة بتاعت اللونين او الاختلاط اللونين بوعد يتغير مكانها هغيرها زي ما انا عايزة لو خلاص بقى مسلا انا رجعت في كلامي او مسلا خلونا نضيف مسلا هنا كده اللون كمان ومسلا نخلي اللون دوت هو لون اخدر عايزة اشيل لون الاخدر دوت من هنا او اعمله فهضغط هنا كده وهروح ديسة على ديت الشكل بتاع دوت او ممكن برضو ان انا اقف هنا كده واسحب الكورة بتاعتي او الدايرة بتاعتي ديت برا بالشكل دوت هي كده انا مسحتها من عندي كمان في دانية زي مسلا انا اقدر اغير الزوايا بتاعت الالوان هنا كده هلاقي عندي العلامة بتاعة الزويا ديت قدرنا انا انزل المينيو ديت واختاروا اللي انا عايزها خلونا مسلا نختار تسعين هلاقي ان هي اتعكست بالشكل ده ممكن مسلا نختار اه خمسة واربعين هلاقي ان هي بقت بزاوية خمسة واربعين زي ما احنا عايزين وهكزا بقى توجدوا تجربوا لحد ما توصلوا لشكل بتاع الجريدينت اللي انتو عايزانة من ضمن ده اوبشنز برضو اللي عندنا هي بتاعت اللون او مادة الشفافية بتاعت اللون. يعني خلونا نضغط على الاحمر هنا. هلاقي هنا كده بتاع دوت. هاجي هنا كده مسلا وممكن اختار ستين في المية. هلاقي ان الدرجة بتاعت الاحمر ديت بتتغير. ممكن اختار مسلا تسين في المية هلاقيها زادت. ممكن اختار زيرو هلاقيها بقت شفافة خالص. ويبقت هنا عندي برنا زهرت المربعات ديت ده معنا هنا هي شفافة. وقدر العب في زي ما انا عايزة بحيس اوصل للشكل اللي انا عايزة بالزبط. من ضمن بقى برضو اللي في خلونا بس نرجع الزاوية ده التاني زي ما كانت. هي لو جيت هنا كده هلاقي كلمة موجودة او النوع. زي انتو شايفين دوت اسمه او ان عندي او تدرج الالوان ماشي بشكل خطي او ماشي زي ما انتو شايفين بشكل خطوط اللي انتو شايفينه دوت. هلاقي بعد كده عندي يعني حاجة دائرية. زي ما انتو شايفين الالوان متوزع بشكل دواير وبعد كده دايرة اللي بعدها وبعد كده دار اللي بعدها. كزلك برضو اقدر بقى ان انا ازود عادي خالص نفس يعني هي هي موجودة اقدر ان انا اتحكم فيها زي ما انا عايزة. بعد كده عندي حاجة اسمها الفري فورم جريدينت الفري فورم جريدينت دوت بقى بيخلينا اتحكم فيها بحرية بشكل مختلف. بقى عندي هنا كده اهو اربع اشكال او اربع نقاط دولة النقاط بتاعت الالوان بتاعتي اقدر اضغط على اي نقطة فيهم دابل كليك واختار اللون اللي انا عايزة برضو بنفس الطريقة يا اما من يقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اقدر بقى ان انا احرك الدوائر ديت يعني عايزة الازرق يدخل كده بالشكل ده. عايزة اللون ده مسلا يجي هنا. يعني مطلق بقى الحرية ان انتو تلعبوا زي ما انتو عايزين في الاشكال بتاعتك وطبعا اللون اللي انا اختاره. اقدر برضو من هنا نفس الكلام. اتحكم في الاوباستي زي ما انا عايزة بالزبط. خلونا بقى ارجعه تاني للينير جريدينت. وخلاص لو انا عملت مثلا جريدينت معين وعايزة احفظ الترتيب بتاع الالوان دوت عشان لو عندي بعد كده اي اشكال عايزة الونها بالشكل بتاع الجريدينت دوت فمش عايزة ارجع احط الالوان دي من اول و جديد. فوانا اختار الشكل بتاعي وهتاكد كده ان انا عملة هاجي هنا كده لالويندو بتاع السواتش وزي ما قلنا قبل كده لو السواتش ديت مش ظاهرة عندكم تقدروا تجيبوها من ويندو هنا وتختاروا سواتش. تأكد ان انا ظاهر عندي كده الشكل بتاع الجريدينت اللي انا عملته في المربع اللي هنا الصغير دوت. وبكل بساطة هختار ومسلا ممكن اسميها بقى اي حاجة مسلا خلينا نسميها نسميها بقى توحفة اللي احنا بنتعلمه النهاردة وهلاقي ان هي ظهرت عندي بالشكل دوت كده وبقت موجودة تحت قدر طبعا انا اسحبها وارفعها فوق لو انا بستخدمها كتير وعايزة احطها في مكان معين احطها في المكان اللي انا عايزايا. عشان بقى سايف في السوتش زد في اللايبراري بتاعت ادوب الاستريتور بتاعتي وانا مختارها كده من هنا هاجي اختار الثلاث شؤرة اللي هنا دولة واختار سيف سواتش لايبراري از اي اي خلي بالكو از اي اي وهسايفها هنا مسلا وهي هسميها بردو تحفة جريدينت ويحفزها في المكان الديفولت اللي بيطلع لي اللي هو اصلا جوا ادوب الاستريتور في المكان اللي متسطب فيه ادوب الاستريتور عندي على الجهاز واروح مختارة سايفة بعد كده هروح مدلتها او عاملة ديليت للاسواتش دايت وانا مختراها كده هروح ديسها ديليت. كأن دايت ضعت مني لاي سبب من الاسباب. بعد كده بقى لو انا عندي مسلا رسمة خلونا نرسم دايرة. اختار ال من الكيبورد وهرسم الدايرة دا كده بالشكل ده. خلونا بقى نخلي لونها مسلا ابيض. عشان او درج مثلا. عشان نجي ندونها تاني. انا بقى عايزة الوانها بالشكل بتاع الجريز انتداوت على طول. هاجي هنا كده على التلات شورة دول وهاختار من هنا اوبن سواتش لايبيراري ويوز دي فايند هلاقي تحفة بتاعتين هاختارها. وانا وقف على الدايرة ديت هروح بقى طالع فوق. اطول دي كده شوية هلاقي الجريدينت بتاعي هفوق. ولو انتهى بالشكل دوت ده في حال ان الجريدينت بتاعي دوت ضاع مني او مش لقيه. اقدر بقى ان انا اعمل كزا جريدينت ورا بعض واسايفهم كلهم في واحدة. واسميها مسلا جريدينت مسلا حاجة معينها لو ليه علاقة بمعين. وبقى اي فاي وقت من الاوقات اروح بها زي ما اجبناها من الطريقة ديت بتاعت اللي هي اوبن سواتش لايبيراري ويوز دي فايند هلاقي كل اللي سواتش بقى لو انا عندي اكتر من سواتش يعني بسببها. هلاقيهم كلهم متسايفين هنا وهيزهروا لي هنا بالشكل دوت. وبس كده دي كانت كل حاجة للفيديو بتاع النهاردة. عايزي اشوف تجاربكم في الجريدينت وازاي هتخلطوا الالوان وايه الالوان اللي انتو هتختروها. عايزيكم تعملوا بقى اكتر من كده اشكال مربعات او النجوم او مستطيلات اي اشكال انتو عايزينها. وتبعتولي التطبيقات بتاعتكم على الاكاونت بتاعي على انستجرام في الرسائل او في رسائل الفيسبوك. بتاعي هيزهر لكم دلوقتي على الشاشة وهتلاقيوا كمان الرابط تحت في صندوق الوصف. وبنبسط جدا لما اشوف تجاربكم. دي كانت كل حاجة لفيديو النهاردة يا رب يكون فيديو وخفيف ولطيف بالنسبة لكم. ولو عباكم فيديو النهاردة وانتنسوش انتو تقدروا تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق ان انتو تعملوا لنا وتفعلوا الجرس وتختاروا قول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تقدروا تدعمونا بشكل مجاني تماما عن طريق ان انتو تتابعونا على المدونة في سبوك و تليجرام و انستجرام. هسيب لكم كل الرابط دي تحت في صندوق الوصف. ولا لقاء في فيديو جديد قدمتم بخير. باي باي.